أحييكم في كل مكان وأتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يكون يومكم طيب وكذلك مساءكم من خلال هذه الرحلة رحلة المعلومات التي سنقدم بإذن الله تعالى عن موضوع الصحراء الغربية والكفاح المسلح الجاري على أرض الميدان أرض الصحراء الغربية التي قدمت الشهداء وقدمت المفقودين وقدمت الأسراء ولا زالت تقدم الكثير من التضحيات يوما بعد يوم دون استسلام نحو الاستقلال بإذن الله تعالى ونراه قريبا ويراه العدو بعيدا هذه الرحلة رحلة 45 سنة من النضال ضد محتل المغربي جرب كل الوسائل واستعمل كل الأساليب ولم يترك مكانا ولا لوبيات ولا حيل ولا وسائل من أجل أن يهزم هذا الشعب المقدام ولم يفلح وكذلك اليوم يلقن الضروس على كافة المستويات ومن كل النوافذ حتى النوافذ الإعلامية يعني من حسنات هذا الإعلام أنه يجعل أو يعيد العدو المحتل إلى حجمه الطبيعي حجمه الطبيعي بعيدا عن كل النفخ الذي يستعمله عبر أدواته الإعلامية الفاشلة والتي لم تستطع إلى حد اليوم أن تدافع عن المحتل المغربي بجدارة واستحقاق وأن تقدم حقيقة ما يجري ضمن الكواليس هذه الليلة بإذن الله سنتحدث عن المزيد من المعطيات التي توصلنا بها والتي تتعلق بما يجري داخل جيش الاحتلال المغربي وسنتكلم أيضا عن بعض المعلومات أيضا الأمنية وسننهي إن شاء الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني من هذا الليف بالحديث عن موضوع أو عنوان هذه الحلقة اللي هو التمييز العنصري للمحتل المغربي في الصحراء الغربية وسنتناول بإذن الله تعالى نموذجا صارخا اللي هو ياسر من الفئات الهشة التي تشتغل في فوس بقراء والتي ترى بأم أعينها يوميا وفي كل لحظة كيف تنهب ثروات أرضهم ويلتاح لهم الفتات من طرف الاحتلال المغربي بينما هو ينهب الملايا نبدأ بالبلاغي التاسع والستين والذي صدر هذا المساء عن وزارة الدفاع السحراوية ونقلا طبعا عن وكالة الأنباء السحراوية يقول البلاغ بأنه واصل جيش التحرير الشعبي السحراوي البطل استهداف نقاط تواجد جيش الاحتلال المغربي وتخندقاته في جدار الذل والعار المغربي ضمن فصل جديد من ملاحم المجد والإيباء من معركة التحرير الوطني الشاملة وفي هذا السياق شنت يوم الثلاثاء التاسع عشر من نناير الجاري طلائع من وحدات جيش الباسل قصفا مدمرا وهجوما مباغتا تركزت نيرانه الكثيفة على قواعد وحفار الجيش الملكي المغربي المتخندقة في منطقة حفرة الشياف مما تسبب في تدمير قواعد العدو المستهدفة والتي تصعدت منها أعمدة الدخان الكثيفة جراء حجم الدمار كما استهدفت وحدات أخرى قواعد العدو المتمرمسة أو المتمركزة في منطقة فضلة الغراب قطاع حوزة أما اليوم على الابعاء العشرين من نناير 2021 فقد استهدفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي السحراوي قواعد الجيش الملكي المغربي المنهار في المواقع التالية قصف عنيف استهدف قوات العدو المحتمية بجدار الذل والعار في منطقة روس الشيظمية قطاع المحبس قصف عنيف ومدمر استهدف قوات العدو المتمرمسة أو المتمترسة في الجدار الرملي في منطقة أعظيم مجلود قطاع أوسر قصف شديد ركز نيرانه على تخندقات العدو في منطقة قلب ظليم قطاع تشلى وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من قواعد العدو وتخندقاته فيما تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي السحراوي الباسلة أعمالها القتالية النوعية مستهدفة قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في جدار الذل والعاري الهش ندعوكم دائما إلى مشاركة الفيديو ولمتابعين على اليوتيوب أن يحاولوا أن يعملوا لايك لأن العياشة، عياشة الزريبة، الزريبة السادس أهمهم سبحان الله على مستوى اليوتيوب هو أن يقوبهم بالديزلايك للفيديوهات سبحان الله هذا النظام المسموم هذا النظام المسموم وكل من يشتغل فيه مسموم حقيقة يعني يكره الحقيقة ويحارب الحقيقة ويحارب فيديو ويحارب لقاء صحفي ويحارب صحفي يريد أن يقدم المعلومة ويحارب شخصا بكل الوسائل حتى على مستوى اليوتيوب يعني سبحان الله جيش من العياشة ومن الذباب المخزني مهمتها فقط ديزلايك سبحان الله يعني شر هذا النظام نقول على أنه ممكن على أن نحدد درسه يعني درسه في مدارس الحقد والقراهية هذا التمييز العنصري الذي سنتحدث عنه في فوس بوكرا سبحان الله يتجسد كذلك حتى على مستوى الفيسبوك واليوتيوب وهناك جيش فقط همه هو الإطاحة بالفيديوهات الإطاحة بالصفحة التبليغ عن الصفحة التبليغ عن الفيديوهات لو كانوا يستثمرون هذا الجهد لو كانوا يستثمرون هذا الجهد فيما يوفيد الشعب المغربي لربما أصبح المغرب هو اليابان ولكن غريب أمره هذا النظام الباعد اللي هنمشوا للمعلومات الأمنية المعلومات العسكرية التي توصلنا بها واللي كيف قلت لكم هي معلومات حصرية معلومات حصرية حسب هذه المعلومات دائما شاركوا الفيديو نحن في 650 على مستوى الوضعية الميدانية للأعمال العسكرية القتالية التي تجري الآن بأرض الصحراء الغربية واللي تؤكدها كل هذه البلاغات صادرة عن وزارة الدفاع الصحراوية تقول معلوماتنا أنه في منطقة بيرغاندوز في منطقة بيرغاندوز أكد مصدر من داخل فيلق 54 بيس 54 مكرر مصدر من داخل فيلق 54 بيس أي 54 مكرر أن جيش الاحتلال المغربي بقلتة زمور تلقى هجمات من الجيش الصحراوي كانت هذه الهجمات مجيعة وأكد كذلك أن الجنود في تشلا أو سرد تعرضوا لهجمات عنيفة تسببت في خسائر بشرية ومادية وأكد كذلك أنه جيش الاحتلال المغربي قام بزرع جيش الاحتلال المغربي قام بزرع ألغام جديدة وفق خريطة منظمة يعني لمحاولة منع الجيش الصحراوي من التقدم قام بزرع ألغام في المنطقة هنا نتحدث عن تشلا أو سرد وأكد أنه وهذا المصدر أكد كذلك أن تحركات آليات جيش الاحتلال المغربي محسوبة ووفق ممرات جديدة ليست كسابقاتها بسبب نشر ألغام أرضية في أغلب مناطق محاذية للجدار خصوصا قلتة زمور وحوزة ومقالة وتشلا وبيرقندوس يعني مع قيام جيش الاحتلال المغربي بزرع ألغام جديدة في المنطقة قام بوضع ممرات جديدة خوفا على أنه يطيح في نفس الممرات اللي هو قام بزرع الألغام فيها وهنا نتحدث عن قلتة زمور وعن حوزة وعن منقالة وعن تشلا وعن بيرقندوس وأكد المصدر أن هناك غياب تام لدوريات المينورسو دوريات غياب تام للمينورسو التي كانت تقوم عادة بدوريات في المنطقة قبل انطلاق الحرب يعني كان قبل الحرب رؤية المينورسو في المنطقة واضح لكن الآن الاختفاء اختبأوا كما تعرفون يعني كحيوانات الصحراء أو في إيران الصحراء لأن كل شيء ضع بالنسبة لهم لأنهم في هذه 30 سنة كانوا حماة للاحتلال فقط اليوم حينما ضع هذا الحلم وضعت هذه التغطية فإنهم يختبئون بعيدا خوفا من أن تصيبهم قذائف الجيش الصحراوي بالخطأ كما أكد المصدر أن ترسانة الجيش جيش الاحتلال المغربي من مدفعية هاوترز متهالكة متهالكة يعني لافيراي وأكد أن رغم استعمال طائرات الاستطلاع وإعطائها إحدافيات دقيقة لتواجد مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي لأن الأهداف التي يتم قصفها عادة تكون خالية من أفراد جيش تحرير الشعب الصحراوي بسبب كثرة تحركاتهم المدروسة على حد قول المصدر يعني إحنا نتحدث عن مصدر من داخل سبحان الله العياشة سبحان الله أوفية ليتعذبوا معنا ونحن نعذبهم طبعا بالمعلومات وبالوضع على المستوى الميداني إذن يقول أنه رغم أن هذه طائرات الاستطلاع تعطي إحداثيات لجنودها من أجل أن يقصفوا بالضبط المناطق ليتواجد فيها جيش تحرير الشعبي الصحراوي ولكن رغم ذلك يقصفون مناطق خالية من مقاتلي جيش تحرير الشعبي الصحراوي اللي يقول المصدر وأنا نتحدث عن مصدر من داخل فيلق 54 بيس أي 54 مكرر أنه هذه التحركات يعني ملاحظتهم هما لتحركات جيش تحرير الشعبي الصحراوي أنها تحركات مدروسة مدروسة الآن نظام الاحتلال المغربي وأكد المصدر كذلك أن الأسلحة التي يستعملها جيش الاحتلال المغربي كثيرا هي القذائف العنقودية من نوع M483A1 المصدر يقول أنه أغلب الأسلحة التي يستعمل الآن هو رأي يقول لكم يعني نظام الاحتلال يقول لكم أنه ما فهم حرب يعني ليست هناك أي حرب ما فهم حرب أكون قال لكم فهم الحرب ما فهم حرب ولكن يقصفون يعني القذائف التي يستعملها جيش الاحتلال المغربي في مواجهة أقصاف الجيش الصحراوي هي القذائف العنقودية من نوع M483A1 ومصدرها هي المدافع المضادة للأشخاص والأليات وأن عدد وحدات السلاح المدفعية المغربية في الصحراء الغربية كانت تسعة كتائب أعدد وحدات السلاح المدفعية التي تقذف بهذه القذائف هي تسعة كتائب وتم استجلاب وتم الإتيان بثلاث كتائب أخرى من المنطقة الشمالية ما فهم الحرب ما فهم الحرب ليست هناك أي حرب إنما هناك حرب على مستوى الفيسبوك وأكد أن أغلب الجنود هم من المشات وليست لديهم خبرة في المدفعية أو في العمليات النوعية يعني الجنود الذين يستعملهم اليوم جيش الاحتلال المغربي والذين أتى بهم بكثافة هذه الأيام أغلبيتهم من المشات وليست لديهم خبرة في المدفعية أو في العمليات النوعية التي تتطلبها هذه الفترة كما أن هناك مشكلة التموين التموين يعني الأكل والشرب يعني الأكل والشرب مسألة التموين مشكلة أساسية الآن مطروحة على جيش الاحتلال المغربي وأنه في الفترة الأخيرة وهذه نفس المعلومة التي تحدثنا عنها في الأيام الماضية وبالخصوص في لايف البارح على أنه تم الاستقدام أو تم استقدام وحدات لجنود البلير تم الايتيان وبالبلير ومن بعده نفتح قوس فيما يتعلق بالبلير وتم الايتيان بالمخازنية تم الايتيان بالمخازنية يعني البلير لهم شرطة وحسب ما قيلنا أنه البارح مني نشرنا خبر البلير أنه حدثت مشادات بين الجهاز الحموشي والقوات المسلحة المغربية لأنهم يعتقدون على أنه الأخبار التي تصل إلى لايفات باريس أو بعض الأخبار المرتبطة بما يجري داخل جهاز الديستي أو جهاز الأمن المغربي مصدرها بعض عناصر الديستي يعني هذا هو اللي البارح تسبب في حرب بين هذه الأطراف إذن تم استقدام البلير يعني تم الايتيان بتعزيزات من البلير ومن المخازنية لقوات المساعدة ومن الدرك الحربي فيما يتعلق بالرادارات فيما يتعلق بالرادارات التي يستعملها الجيش الملكية المغربي فهي رادارات فرنسية فهي رادارات فرنسية ومستعمل حاليا في نواحي بيرغندوز وتشلة أو سرد وسيتم وهذه معلومة أيضا حصرية سيتم تعويضها برادارات صينية متطورة سيتم تعويضها برادارات صينية متطورة دائما نتحدث عن ما يفعله نظام الاحتلال المغربي فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة عن الرادارات الفرنسية وهم نوعان يعني نوع راست ونوع راست ونوع راست نوع راست ونوع راست راست فيما يتعلق برادار راست هو رادار فرنسي محمول على عربات الزاب الفرنسية المدرعة والتي يملك الجيش المغربي عددا لا بأس به منها رادار راست رادار فرنسي محمول على عربات الزاب الفرنسية المدرعة والتي يملك الجيش الملكي المغربي عددا لا بأس منها يطلع بمهام التحديد الدقيق والمتابعة التلقائية للأهداف الساكنة والمتحركة والاستطلاع وكذا متابعة طلقات المدفعية ومصارها بالنسبة للمدى يعني مهمة هذا الرادار هو التحديد الدقيق للأهداف الثابتة أي الساكنة عاش لمالك عاش لمالك مالك عايش انت واش عايش والله منك عايش انت لي تكتب عاش لمالك رنك منك عايش إذن مهمتها والتحديد الدقيق والمتابعة التلقية للأهداف الساكنة والمتحركة والاستطلاع ومتابعة الدقيقة أو المتابعة الدقيقة للطلقات المدفعية ومصارها بالنسبة للمدى هذه المدىات أو يعني هذه المساحات التي تستعمل فيها هذه الرادارات أولا من 11 إلى 18 كم حسب النوعية العربات المشات ثمانية كيل قذائف 105 مليمتر ثمانية كيلومتر يعني ممكن أنها تقصف ثمانية كيلومتر قذائف 105 مليمتر ممكن كذلك تقصف أربعة كيلومتر العموديات من 10 إلى 13 كيلومتر حسب وضعيتها ويعمل بها الجيش المغربي في هذه المناطق حيث أن الحرب لم تكن متوقعة أو في الحسبان كما يقول المصدر وكم من هذه أيضا معلومة وقد أثبتتها الصور في صور الحيوانات التي قتلت في الصحراء الغربية أنه جيش الاحتلال المغربي قام في فترات مختلفة باستهداف الحيوانات وخصوصا للإبل في المنطقة وهذا بسبب أنه خوف منه أنه يوجد هناك عدو بين قوسين والدليل على أنه جيش الاحتلال المغربي أخبر الكساب الصحراويين وخصوصا يعني مربي لإبل في الصحراء الغربية بالابتعاد عن كل المناطق العسكرية على طول الجدار إذن هذه معلومات تتعلق بالمعلومات العسكرية تتعلق بجيش الاحتلال المغربي هناك معلومة تخص أو مرتبطة بنفسية الجنود أغلبية الجنود الذين تم نقلهم من المدن اللي جابوهم من المدن كانوا خدامين في المدن والآن تم نقلهم إلى مناطق الحرب يبحثون بأية وسيلة عن الفرار من الميدان ولكن الفرار القانوني شنو هو الفرار القانوني؟ هو أن بعضهم يعطي خمسالاف درهم إلى عشرالاف درهم رشوة لمسؤوليهم يعني الناس اللي أكبر منهم في القراط من أجل باشي يحولهم وينقلهم ويردهم للمدن إذن الطريفة بين خمسالاف درهم وعشرالاف درهم للفرار من ساحة المعركة هذا طبعا الجيش اللي باسل هذا الجيش المغوار هذا الجيش الذي يعول عليه دجاجته في أن يربح به المعركة يهرب أو يفر من أرض المعركة بأن مستعد يعطي خمسالاف درهم إلى عشرالاف درهم للمسؤول من أجل باشي ينقلوا لمدينة أخرى نصحح فقط قضية لبلير هم جنود يعني هم مجموعة من الجنود تم إلحاقهم بجهاز الشرطة كدعم من جيش الاحتلال المغربي للشرطة المغربية في مدن دار بضا والعيون المحتلة والآن تمت إعادتهم وكيف قلت لكم تسبب ذلك في شناء ووقوع يعني صراعات بين مسؤولي الجيش وإدارة أو الحموشي لأنه ما كان إدارة كان يعني الحموشي الحموشي هو مسكن السمع عن طراب طبعا في الزريبة فيما يتعلق ببعض المعلومات الأمنية يعني عن قد يقول علينا متأكدين منها في 100% ولكن من الأفضل لأنها نقولوها لكم نقولوها لكم وكاين الله يأكدها لنا بمصاطر هي الخاصة والله بالمعاينة أنه نظام الاحتلال المغربي من أجل أن يراقب المعلومات التي تخرج من الصحراء الغربية خصوصا فيما يتعلق بالوضع الأمني والطائرات التي تحلق من مطار العيون المحتلة ومن الداخل المحتلة الآن يعني هناك حرب للمعلومة وهذه حرب المعلومة مخلية لنظام الاحتلال المغربي على عصابه لأن كل ما يجري تقريبا يوميا في مدن الصحراء الغربية يصل إلى لايفات باريس أو يصل إلى وسائل إعلام أخرى أو مدونين أو نشطاء صحراويين أيضا ينشطون في الفيسبوك كلهما أكذلك هما مصدر من مصادر معلوماتنا مشكورين جميعا يعني الجميع اليوم مجند من أجل ربح هذه المعركة الإعلامية التي لا تقل أهمية عن المعركة على مستوى الميدان من أجل محاصرة هذه المعلومات فإن نظام الاحتلال تقول معلومة على أنه نقل شاحنتين كبار مهمتهم هو التجسس يعني مهمتهم هو مهمة هاتين الصيارتين أو هاتين الشاحنتين من الحجم الكبير والتاني تقول المعلومات أنهما وصلتا إلى مدينة العيون المحتلة أن مهمتهم هم التجسس على المكالمات الدولية التجسس على المكالمات الدولية وأن واحدة من هاتين الشاحنتين كانت تستعمل ضمن ما يسمى بالزيارات الملكية أي ترافق دجاجته في الزيارات الملكية وكانوا من خلالها طبعا إما أنهم يتجسسوا على المكالمات في هذا المحيط الذي كان فيه دجاجته خصوصا في فقط النشاط الملكي أو يطيحوا بها الرزو يعني يطيحوا يدمروا الرزو في المنطقة التي يتواجد فيها دجاجته حماية طبعا لدجاجته وليس حماية للزريبة وإنما حماية فقط لدجاجته إذن تقول المعلومات أن هاتين الشاحنتين قد وصلتا إلى العيون المحتلة وأن واحد من المنتفخين الكبار المعروف في الصحراء الغربية في مدينة العيون المحتلة أنه أعطاهم واحد من الإحواش الإحواش اللي يمتلك طبعا وليسارقها ولا يمتلكها لأنه جاء في كميوني تكركب أعطاهم أحواش من أجل الباش يستقروا فيها هاتين الشاحنتين وتم تغطيتهم بالباش من أجل حمايتهم أيضا من أن يتم كشف خبرهم من طرف الناس ومن طرف شهود العيون هذا لا يجب أن يخوف يعني الناس اللي بغي ترسل المعلومات ارسلوا شكرا جزيلا على ثقتكم في الصفحات في صوت الشعب وفي الصفحة كذلك صفحتنا لنتواصلوا من خلالها لأن معلومات اللي يتزودون بها وذا كاميرا هو مبني على الشجاع يعني لا عاد واحد منكم شجاع وظهر له على أنه قدامه معلومات تستحق لأنها تلحق باش تلحق الرأي العام السحراوي وتلحق تلحق كذلك بي فيتشجع هذه معركة حاسمة وهذه معركة تربح بالتضحيات ولا بد من التضحيات كيف ما احنا يعني نضحه يوميا بهذه اللايفات طبعا فلوس الجزائر راعيها هون اللام كارتنا راعيها ياسر من الكراطين هون في الدار اللي يبغى شي كارتون من الدورار والله من الدينار نرسله له إذن هذه هذه المعلومات كيف قلت لكم تتعلق بقضية الشاحنتين هناك يعني أيضا إشارة إلى أنه اليوم بعد خطاب الرئيس الأمريكي بايدن وبعد وصوله بسلام إلى البيت الأبيض وبعد السلامه أيضا حساب تويتر الذي كان يغرد من خلاله الرئيس السابق ترامب أنه فم انزعاج كبير جدا لأنظمة الاحتلال ودجاجته طبعا اللي كانوا يتوقعوا على أنه أول شي كانوا يتوقعوا على أن الرئيس ترامب السابق يستمر في منصبه بأية وسيلة هذا كان يعني كان حلم كذلك عند النظام العلوي المجرم الهلكي ولكن خاب الظن الآن يترقب يعني هناك يعني ترقب لما سيصدر عن بايدن فيما يتعلق بالصحراء الغربي على الرغم أن ياسر من الكلام يقال على أنه سيكون هناك احتمال كبير جدا أن تكون مراجعة لهذا الموقف وبالتالي يضيع كل شيء روج له الاحتلال المغربي لفائدة طبعا شعب الكل وراكم شفت الاتصال الهاتفي الذي أسراه دجاجته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بني من نتنياهو ليتحدث عن قال لك يتحدث عن شروطه لزيارة إسرائيل يتكلم عن شروط زيارته لإسرائيل دجاجته يشرط على رئيس الوزراء الإسرائيلي شروط معينة من أجل أن يزور إسرائيل شكو لا يصدق هاي الكذبة شكو شكو لا يصدق طبعا يصدقها شعب الكل شعب الكل ومن ضمن الشروط قال لك واستئناف الفوري للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيل يا سلام على حب دجاجته لفلسطين هذا فقط بشي دوخ بشي يعني يحاول يمسح وجهه من موضوع القضية الفلسطينية ويحاول يسترجع شوي من ما الوجه بعد ما فقده بسبب هذه القضية لأن اليوم يعني النظام الاحتلال المغربي تضرر كثيرا بسبب هذه القضية ودجاجته منزعج جدا بسبب هذا الموضوع لأنه حسب التقارير الاستخباراتية التي تصل إلى المخابرات فإن هناك امتعاض وهناك غضب شديد جدا من الشعب المغربي على قضية التطبيع يعني تشير المعلومات أنه سبب أيضا يعني انزعاج نظام دجاجته اليوم بعد وصول بايدن إلى الرئاسة واسترجع حساب تويتر كانوا يعتقدون أنه هذا الحساب الذي غرد منه الرئيس طرام خصوص ما يسمى بالسيادة على الصحراء الغربية أنه حساب لترام ولكن اكتشفوا اليوم أنه حساب لأي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى الرئاسة فإنه يستلمه ولذلك فإن هذا النظام الكليخي نظام المجرم الذي يراهن فقط على ويبحث فقط عن طريقة لأن يدعي للدعاء على أن هناك مواقف دولية وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترفت له بالسيادة ومن كل تلك الأحلام التي سيمحوها الأيام المقبلة لا نمشو لموضوعنا اليوم فيما يتعلق بالتمييز العنصري وهذا التمييز يعني تمييز عنصري يستهدف به الإنسان الصحراوي وسنتوسع فيه ربما في المستقبل القريب لأن فيه ياسر من المعلومات باش فقط يعني نسترح لكم ماذا يجري في علاقة الإنسان الصحراوي الذي يوجد الآن في المناطق المحتلة في علاقته بأجهزة المخابرات المغربية ونتكلم عن جهازين لا جيت ولا ديستي لا جيت طبعا المكلفة بالخارج ولكن دخل خنافرها حتى في الداخل والديستي اللي مكلفة بالداخل ومكلفة بعمل أكثر أكثر يعني شمولية من لا جيت على المستوى الداخلي كل إطار صحراوي يشتغل مع الاحتلال كل شخصية صحراوية تشتغل مع الاحتلال دائما يأما أنه يقربها جهاز لا جيت ويحاربها الديستي أو يقربها الديستي وتحاربها لا جيت يعني باش يتم هذا العنصر الصحراوي دائما بين نارين دائما خايف على رأسه دائما خايف على مستقبله دائما خايف على وجوده بين قوسين الوجود المهني وهذه واقعة حقيقية واحد من الأمثلة هو الخطاط ينجى داخل الداخل المحتلة الذي اقترب في وقت سابقا من لا جيت وقربته لا جيت وأصبح يعني يسر عليه ويسر عليهم وبعد ذلك شنو عدلت الديستي سلطت عليه آلياتها من أجل باش تقلع من رئاسة ما يسمى بمجلس الجهة في الداخل المحتلة وبعد ذلك وجد طريقة لأن يسير بين الجهازين ليضمن لنفسه السلامة إذن اليوم خاص يعرف أي إطار صحراوي أي إطار صحراوي أنه سيبقى محاربا داخل داخل الدولة الزريبة ولن يمنع من الترقي وسيمنع من تطوير قدراته وسيمنع من 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 إظهار كفاءته والله الوصول إلى مناصب معينة إذا وصلوا على المناصب معينة والله وصلوا على المستوى معين خاصوا ينقطع له الراس شنو خاصوا ينقطع له الراس خاصوا ينكلاس ينكلاس باش ينكلاس بالتقارير المخابراتي المزيفة ويمشوا يكتبوا عليه هون وهون وهون وهي ويحاربوا وصلتوا عليه مجموعة من آليات هم عندهم عندهم الفلوس عندهم عندهم ناس متعاونين في كل مكان كل شي نشرف الزريبة طبعا والمخابرات عندها الفلوس يسهل على أنهم يحاربوا شخص معين إذن هذه فقط في كلابش نوضعها فراس كل الصحراويين الذين يشتغلون مع نظام الاحتلال المغربي وأنا أقول لهم يعني بشكل مباشر على أنهم يجب أن يفهموا أنه في إطار إن شاء الله الرحمن الرحيم الدولة الصحراوية في إطار المستقبل الذي ينتظرنا جميعا بإذن الله وينتظر أجيالنا وشبابنا وشاباتنا وأجيالنا كاملة ونساءنا ورجالنا أنه نرى محتاجين كل واحد في موقعي حتى الذين يوجدون في مواقع حساسة مع المحتل المغربي لأنه سيكون لهم مستقبل بإذن الله في الدولة الصحراوية ويجب أن يطوروا قدراتهم وكفاءاتهم ويجب أن يعلموا بأنهم سيحاربون من طرف هذه الأجهزة المسلطة راكم شايفين على الأحرار في المغرب مسلطة يعني قابضة الناس من هون يعني قاجة الشعب كامل قاجته من هون حتى أصبح المغرب دولة دولة بوليسية دولة مخابراتية دولة يسيرها المخابرات تجبر وزارة ولكن وزارة يسيرها المخابرات تجبر قصر يسير المخابرات تجبر مستشفاء يسير المخابرات يشعر المستشفاء بمخابرات باش تسير ولكن لأن المخابرات تتدخل وخصوصا في منطقة الصحراء الغربية المخابرات تتدخل في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة وهي اللي تحرك وهي اللي تبدل وهي اللي تغرق المنطقة بالديمغرافية جديدة وهي اللي تدمر الشباب بالمخدرات وهي اللي تسهل حتى الهجرة قد شبرتوا شي مخابرات تسهل الهجرة تسهل لك الهجرة إلا شافوك مزعيش وشافوا ما عندك حل يعطوك عصرارة في درهم ولا خمسة عصرارة في درهم ويقول لك حرك ويقولوا يكلفوا يكلفوا وحدين أنه يقربوا بيكلف لك في البحر وتمشي رحمة الله عليك وتوفوا يبكوا عليك أهلك والسلام عليكم يعني هذه من الحياة التي يستعملوا هذا النظام لقتل العنصر الصحراوي في الصحراء الغربية باش يجيب لكم عنصر آخر ويحطوه في المنطقة ويوطنوه وتوفي يجيب لكم بطر ريش الأحمر وبطر ريش الأبيض وبطر ريش الأخضر ولا جاب الله اللي يبغاوا يجيب لكم بي بي والله يجيب لكم المهم شي طائر آخر من أجل أن يوطنوه في الصحراء الغربية باش مات يتعرف الصحراء الغربية وما التي تعرف أهلها وهذه السياسة ممنهجة وخطيرة جدا وهذه السياسة شا نقول لكم سياسة لا يأتي بها إلا المجرمون إلا المجرمون وانا ترح تساؤل على أي مغربي من مدينة معينة نقول له انت يلعت مثلا المجدة هل تسمح على أنه يجيبوا لك مثلا الناس زيان يحطوه لك واحد على واحد على واحد على واحد ومن بعد يفرغون مثلا وجدة من أهل وجدة وتصبح وجدة كأنها زيان لن تقبل بذلك ولكن نحتاج على أن الناس تفهم ماذا يخطط الاحتلال المغربي وكيف يشغل هذا النظام وكيف يضيع الوقت في هذا الأمر لأنه هو هذا الشيء يدي الوقت ولهذا فهو يفشل في التنمية لأنه لو كان يهتم بالتنمية ويهتم بمرقبة المال العام ويهتم بكيف يحارب الفساد وكيف يمتن الإدارات إدارة فعلا قائمة ولا القضاء قائم لا أصبح حال المغربي أفضل من اليوم ولكن مادامهم منشغلين بهذه التفاهات ومنشغلين بهذه المكائد والدسائس فإن النتيجة هي أن التنمية سفر والمخابرات 100% ولا 300% ولا 400% الفلوس الموجهة للمخابرات لا توجه للتنمية الفلوس اللي تعطى للمخابرات لا تعطى للتنمية بل حتى الفلوس اللي تعطى للمخابرات لا تعطى حتى للأمن الوطني يعني بوليسي اليوم تقارنه مع مخبر مع الديستي تجبر مخبر الديستي بخير على خير لابس واكل شارب ساكن عنده 150 درهم في الساعات الإضافية وبوليسي عادي يرى وفمه يتكرفص ويطيح ويقوم ومتفاتنا مع الكرة ومتفاتنا مع المعيشة هذه يعني هذه حقيقة يعيشها طبعا أصحاب هذه المهن نرجع إلى موضوعنا فيما يتعلق بالعنصرية توصلنا بموضوع أنه في المدينة المنجمية بكراع بكراع اللي تخرج منها يعني ملايير دولارات من الفصفات وحالها كأنها قندهار كأنها يعني ربما قندهار أفضل منها هذه المدينة المنجمية فيها موظفين من المكتب ما يسمى بالمكتب الشريف للفصفات وفيها أيضا عمال يسمون عمال الريجي في الأيام الماضية كانت هناك امرأة حامل زوجة أحد العمال عمال الريجي وحضرها المخاط وقام أحد الموظفين بنقلها في سيارة إسعاف في اتجاه العيون المحتلة وفي تلك الأثناء يعني في الطريق فقدت المرأة جنينها جاءت لجنة من الإدارة المركزية لفص بكراع إلى بكراع وبدل على أنهم يبحثون عن حل المشاكل الحقيقية لهؤلاء العمال العمال الريجي اللي قلنا لكم لا يعني لا حالة وحدة أما الحالات الأخرى حديث ولا حرج المشاكل الأخرى حديث ولا حرج ما تكلمنا عن السواع ما تكلمنا عن الصالير ما تكلمنا عن الفراغ الموجود في بكراع ما تكلمنا عن اللي عنده أولاده فما عنده فاشاقرا يعني كان لك داخل شي خربة خرب من 75 وهو نظام الاحتلال المغربي معدل الصمت فم يرفض المالايير الموماليارة ويديها لجويب الهالك ودجاجته ومن معه من سراق المال العام ومن اللوبيات في الخارج ومن الكذب الأحمر وأمريكا وفرنسا وصبانيا وزيد على ذلك والشعب يعني والصحراويين يشاهدون خيراتهم تنهبوا يوميا وحالهم يعني يبكي ويزداد سوءا كل يوم هذه اللجنة منين جات لبكرا خططوا لماذا خططوا لطرد العمال الريجي عمال الريجي من هذه المدينة المنجمية لا لي شيء إلا أنهم هم الحلقة الأضعف في هذا المنجم يعني عمال الريجي اللي غالبيتهم صحراويين لماذا كنا بنتميز العنصر لأنه غالبيتهم صحراويين أولاد المنطقة في هذه الظروف استثنائية الموظفين قاعدين يعني موظفي ما يسمى بي مؤسسة فوس بوكرا قاعدين والمانضة متخطية لكن عمال الريجي الأعمال الشاقة الأعمال الشاقة الإنسان المغربي اللي قاعد في في الطبيعة وقاعد في إحذام مربع وقاعد عند عند الأشجار ويسمع الطيور أرى مش كيف الواحد قاعد في الإخلاء يصنت للشرقية تخبطوا الشرقية مع الصبح والشرقية عشية النهار ولما ما وخالك والمستشفى ما وخالك والطبيب ما وخالك يعني لا ما كان ولا مقوي من الحياة يعني الموظفين المانضات وكل شيء قاعدين في الديار قاعدين غالبيتهم في العيون المحتلة ومانضتهم تتخطى في رأس الشهر وعمال الريجي مساكنين يعني يعيشون يعني الأعمال الشاقة هذه الأعمال الشاقة فيها التهديد بالطرد من السكن والعمال فيه بنفس الآن وشكون مصدرها وشكون سبب هذه هل هي نقول مجموعة بشرية هي اللي مسؤولة عن هذا الوضع لا هذا شخص هذا شخص يكره الصحراويين ولكن عنده غطاء لإدارة هذه الإدارة ما هي له هذه إدارة ما خلها له ابوه هذه الإدارة ما وارثة هذه الإدارة ما هي شركة الخاصة ولكنه يتصرف فيها كأنها شركته الخاصة كأنها داره ولكن عنده الحماية عنده الحماية من الشركة في العيون المحتلة وعنده الحماية كذلك من المكتب اللا شريف في المجموعة شيء حاجة مسميها نظام المجرم الشريف عرف رأيها لا شرف فيها فيها الذبح والقتل وكل أعمال الإجرام المعنوي طبعا هذا الشكام المسؤول عنه مدير الموارد البشرية لفوس بقراء بإعاز من المدير العام لفوس بقراء إذن هذا المدير الموارد البشرية وبإعاز من المدير العام في نفس المدينة يعني في نفس بقراء هذه بقراء اللي يمرق من هالملايير أش فيها فيها الازدهار فيها الوروط فيها الأشجار فيها الوديان فيها المؤسسات فيها السكن السكن الاقتصادي وستكلمه واقتصادي فيها الفيلات فيها الإخلاء ولكن تنهبوا منها الملايير وهذا واحد من أسباب النساء يعني هذا التشبث نظام الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية هاي 45 سنة هو واحد من أسباب ذلك هو موضوع بكرة لأن فيه ثروات مهمة جدا وهي ثروات الصحرائيين شعلقت بها واحد جاي من قرطحن والله جاي من شبان عظنين جاي ويستغلها هناك حراس أمن وعددهم يفوق العشرين شخص من الصحراويين منذ ثلاثة أشهر يقول التقرير أنهم اليمي يتوصلوا براتبهم الذي لا يتجاوز ثلاثة ألف درهب يعني هذا تقريبا أكثر من عشرين حارس أمن صحراوي مدة ثلاثة أشهر ما تخلصوا إخلاصهم وخدامين تتقبل على رأسك انتهى هذا مدير الموارد البشرية يقبل على رأسه يخدم هو ثلاثة أشهر وما تخلص ويتخلص ثلاثة ألف درهم يقبل على رأسه يقد يتحمل يقد يتحمل ولكن طبعا في نظام الزريبة حيث السيبة في كل الاتجاهات فإنه كل شيء يمكن تسمعه هذا حراس الأمن مهددين بالطرد لا مهددين بالطرد لأنهم عجبونه معاقد عمل لا يتضمن أبسط حقوق العمال واللي أهمها هو أن العمل لمدة 24 ساعة 24 ساعة مدير الشركة المناولة المسمى مولود المساوي الذي أضع حقوق الحراس الضعفة والذي يدعمه المسمى المالحي وظيفته مهندس في شركة فوس بوكرا ويدير حراسة الأمن من ميناء المرصى مرورا بالحزام الناقل للفوسفات وصول لمنجم بوكرا المسؤول عن هذه المأساة كذلك هو مدير الشركة المناولة الشركة اللي قابضة هذه الحراس اللي قابضة المارشي من عنده فوس بوكرا واللي مشغلة معها الصحراويين واللي فرض عليهم على أنهم يأما أنهم يسنوا على العقد باش يتخلصوا ولا ما أبغوا يسنوا على العقد رغم يخدامين والخلاص مؤجل إلى أبد الأبيد إذن نتمنوا 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 على أنه غدى مثلا غدى لأول مرة في لأول مرة في هذه الزريبة اللي لا حق فيها نتمنوا غدى على أنه نسمعوا والله جدينا تقرير على أساس النورة أو هؤلاء الناس حلوا لهم وشكلتهم لأنها ذرا هي رأى أوضاع اجتماعية بغض النظر عن السياسة وبغض النظر عن التمييز العنصري كيف أنت تسمح لنفسك أنك تخلي تخلي عشرين أسرة بدون راتب هاي ثلث شهر شكل يسمح لك شمال قانون يسمح لك شمال قانون سماوي ولا قانون بشري ولا قانون وضعي ولا قانون يسمح لك لأنك تستعبد الناس بهذه الطريقة أذكر رهم باشهر رهم باشهر رهم بحال وبحالك رحتهم عندهم حقوق وعندهم واجبات ويذهبون إلى الأسواق وعندهم مسؤوليات أو أنت وحدك لعندك المسؤوليات وهما هم أعلمين يشكوا لمن يشكوا يشكوا القضاء القضاء ما كان قضاء في الزريبة لمن لا يكتبوا يكتبوا الإدارة إدارة هي سبب مشكلتهم إذن لمن يكتبوا يعدلوا قيام الليل عدلوا قيام الليل ويتوجهون لله سبحانه وتعالى ربما تنزل عليك شيء آية من الآيات حتى تحل مشكلتهم لماذا يعني نشاهدوا هذه السلوكات وهذه الممارسات كل مرة لماذا إذن نتمنى نتمنى وعلن نشوفه لا ربما لا ربما نسمعوه غدا والبغضة دا نرى فهم حل مشكل هناك أيضا يعني خبر آخر وهو أيضا يعني خبر يدل على أنه ما فهم لا ديمقراطية ولا قانون ولا شيء وأن الزريبة مبنية كيف قلت لكم على هذه السلوكات اللي فيها كلها تقريبا خارق لي القانون هذه الشركات اللي الآن يعني قاعدة تنهب في ثروات الصحراء الصحراء الغربية انضافت لا في الفترة الأخيرة الشركات تحت موسيقى طاقة ريحية الحوت راهم يصرقوهم 75 صرقوا الرمل صرقوا أحلام كل هذه الأجيال وبقاتلهم الريح ما فاتوا صرقوها ما فاتوا صرقوا الريح وأتوا بشركات لصرقة الريح ومن خلال صرقة الريح سرقوا كذلك حقوق العمال الذين يشتغلون في هذه الشركات وكم توصلنا بالعديد من البراصلات لشباب صحراويين يشتغلون في هذه الشركات وكلهم هضمت حقوقهم وخارق اللي اعتاصم فمي لنعيه ومشى وخارق اللي انقلعت منه أرضه وأسست في هذه الشركات تحت مسمى أنه هذه الشركات للمالك يخلعوهم يقول لهم هذه الطراب راه بغيها المالك وإلا ما بغيت تعطوها أنا رأيكم يا إما تعطوها أنا في إطار ثمان رمزي وتقبضوه السلام عليكم والله إلا ما بغيت فإننا لا ينعد لكم نزع الملكية وراء بغاها المالك هذا المالك يبغى الفصفات وبغى الحوت وبغى السماء وبغى الطراب وبغى الفضلة وبغى النحاس وبغى أرواح المغاربة وبغى بغى كل شي هو المالك بغيه كل شي بغيه وبقاتلوا الريح في الصحراء الغربية حتى هي خاصة مصرق حتى هي خاصة يلقوا من هالشي من خلاله من خلال اللي تين بشركات دولية يحطوها فم بشي يعدوا خلط الأوراق هذه اللعبة اللي شايفين يعني كاين الجانب الدبلماسي القنصوليات 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 ولكن في الجانب الآخر الشركات الدولية يجيب الشركات الدولية يعطيها الصحراء الغربية يعطيها الطراب موجودة عدلوا الشركات لإنتاج الطاقة وكأنك يعني إلى انتجة هذه الطاقة لا يتخلص انترفاكتورة تخلص منها تتخلص عشرة في المية ولا خمسة في المية ولا ثمين في المية انترى يتخلص 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 أثميناء عدلان هالأغلى من الزريبة كاملة وهذا هذه الشركات تأتي كذلك بسلوكاتها وبممارساتها أيضا اللي هي غير أخلاقية وهذا شيء طبيعي جدا فتوصلنا بأنه هناك فضيحة بين قوسين نقط في شركة للطاقة الرحية اللي انقالها أأأم أأأأم وهذه أأأأم تابعة من تابعة لي يانا شركتي يانا عدلتها هنا هون تعدلتها في فرنسا ورسلتها بشتر تسرق الطاقة الرحية في الصحراء الغربية هذه الشركة تابعة للهولدينج الملكي المكتب اللي شريف للفصفات دجاجته الهولدينج الملكي دجاجته الريح دجاجته إذن هذه الشركة أويهم التابعة للهولدينج الملكي تفجرت فيها الفاضيحة وتستر عليها وهذه الفاضيحة بطلها المدير الجهوي للشركة المدعو محمد مسالي والضحية هي مهندسة اسمها ليلى الغزال وقد تم طردها من منصبها بعد ثلاثة أشهر فقط وذلك بحجة عدم كفاءتها لكن الحقيقة أنه من البداية لم تكن تستحق المنصب لأن التخصص المطلوب كان هو في حين هي تملك تخصص الكهرباء لكن المدير منحها منصبا في الشركة على أساس أن يستغلها ولكنها رفضت وتم طردها وقد قامت برفع دعوة قضائية على هذا المدير الجهوي ولكن تم التستر على القضية لأن الشركة تابعة للهولدينج الملكي لأن الشركة طبعا تابعة له دجاجته شكول لي يقدر يحاكم دجاجته شكول لي يقدر يقول له الله أمين هذا منكر شكول لا يستطيع حد هذه الشركة يتم الاشتغال فيها بالواسطة مشي بالكفاءة الكفاءة سير وكلها والله سير ذوبها مع الماء والسكر الكفاءة ديرها في شجيرة من الماء وذوب معها السكر واشربها لأن هذه الضريبة لا تعترف بالكفاءة تعترف بالواسطة ومعظم المهندسين والتقنيين الذين تم تشغيلهم تم تشغيلهم بواسطة الناجم بهاي الذي تدخل لدى المدير العام ويدعى السبتي وبالمناسبة يوجد مهندس اسمه الخليل بهاي أخ الناجم بهاي تم تشغيله في هذه الشركة لكن الشركة تخشى كثيرا من أن تخرج هذه الأخبار للعنى لأنها تابعة للملك يا صافي اللي تابع الملك والله مع الملك ما يجد حد يتكلم معه اللي تابع الملك حدا اللي يبغى في اسمه هذا هو الواقع هذا هو الواقع يعني واقع الضريبة واقع الضريبة هو هذا الفساد تمييز العنصري المصائب الكحلة التجاوزات قضى ما هو خالق اللي مستيكين دريويش ينطحن اللي ما عنده حد يدافع عنه ينطحن اللي حارس أمن مستيكيني يظل نهار كامل 12 ساعة هو في الشمس ينطح عنه لما انضطلت شهر لا أحد يقد يتكلم عنه ما عنده مني نقيس لا نقابة لا جبعية لا لا شيء وهذه هي النهاية هذه هي النهاية هذه من علامات النهاية كل نظام وصل إلى هذا إلى هذه الدرجة نهاية هذه النهايته فلا نختم معكم بفقط معلومات أيضا يعني عسكرية أتت وبالشكل المستعجل ننصرها لكم أنه جيش الاحتلال المغربي أرسل واحدة من وحدات الصحة العسكرية القادمة من الحامي العسكري لمدينة وارزازات تحت إشراف اليوطنون كورونيل الحسن مكتحيدي الحسن مكتحيدي من أجل تعزيز وحدات الصحة العسكرية حيث تتواجد الآن بالثكنة العسكرية لجيش الاحتلال المغربي بما دخل مدينة العيون المحتلة أي أن الآن يعني إرسال واحدة من وحدات الصحة العسكرية جاية من الحامي العسكرية لوارزازات تحت إشراف الكورونيل الحسن مكتحيدي من أجل تعزيز وحدات الصحة العسكرية والآن هذه الوحدة تتواجد بمدخل مدينة العيون المحتلة أي وصلت إلى الثكنة العسكرية المعروفة في مدخل العيون المحتلة هذه الوحدة ورسلت ولكن من دون الكورونيل الكورونيل قاعد في بلده هذا الكورونيل يعني أرسلهم بأوامره وإشرافه ولم يتنقل معهم إلى مدينة العيون المحتلة في هذه الوحدة هناك تخصصات الإسعاف الصحي والتدخل الميداني والتمريض الاستعجالي يعني هذه آخر المعلومات العسكرية وكيف قلتكم هي معلومات حصرية ومع ذلك سيقول لكم الاحتلال المغريبي بأنه الحرب ليست هناك أي حرب في الصحراء الغربية لا صبروا عليه شوي تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله أحمن الرحيم في فيديو آخر بإذن الله تعالى شكرا